قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة بي إن سبورتس إن اليوم هو الأفضل في حياته بعد وصوله إلى 129 هدفا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وتحطيم رقم روبي فاولر هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي برصيد 128 هدفا مؤكدا أنه كان يحلم بتحقيق هذا الإنجاز منذ انضمامه للفريق وأضاف صلاح قائلا منشستر يونيتد فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز وأكمل الفوز على منشستر يونيتد بسباعية نظيفة في الدوري مهم فاللاعبون كانوا يطمعون في التسجيل وأتمنى أن تكون دفعه لنا من أجل انتهاء الدوري ضمن الأربعة الكبار وأوضح قائلا لقد نجحنا في استغلال الفرص لهذا تمكننا من الفوز بسباعية نظيفة وأتمنى الفوز في كل المباريات ببطولة الدوري حيث انفرض محمد صلاح بصدارة ترتيب هداف الريدز التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا متفوقا على روبي فاولر بعدما سجل ثنائية في منشستر يونيتد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفلد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مصابقة البريميرليج اشتركوا في القناة